السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بجميع المتتبعين الأوفياء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير مرحبا أيضا بالمشتركين الجدود لأول مرة غادي شوفوا القناة نتمنى تعجبكم وتستفدوا منا ما تنسوش ديروا اشتراك و لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما للجديد ما تنسوش أيضا تتبعوني إلى الانستغرام للمزيد من المعلومات غادي نخلي لكم الرابط في التعليق الأول فيديو ديال اليوم غادي نقربكم فيه من الانواع دياله بيسين والتكاليف تقريبية دياله وأيضا مراحل بناء بالتفصيل الخدمة اللي غادي تشوفوا معايا في هاد الفيديو هي ديال استسعيد من مدينة ضرب ضاء خدمة ممتازة باحترافية كبيرة تابعوا الفيديو إلى الآخر النوع الأول اللي غادي نبدأ به هو بيسين دي بوردومون كيما كتشوفوا معايا في الصورة هاد النوح كيكون عندو الماء فايد من جناب وكيكون عندو لاباشاءو هاد الباشاءو هي واحد الخزان كيجمع فيه واحد الحاقينة ديال ما كتكون زايدة للماء ديال لابيسين تقريبا بين واحد على ستحسن واحد على عشرة من الكمية ديال ما ديال لابيسين هاد الكمية ديال ما كتكون موجدة دائما مصفية كتكون موجودة في لاباشاءو مني كتتخدم لابومب ديال لابيسين هاد الماء اللي كيكون مصفية في لاباشاءو كيمشي لابيسين وهي كتوليس عمار عن طريق الماء اللي كيكون في لابيسين كيدوز عبر هاد الفتحات هادي اللي كتشوفوا معايا هنالي كيكونوا في الجناب ديال لابيسين منو من هاد الفتحات كيمشيوا اللوكال التكنيك وكيتصفا وتما ومن بعد كيمشيوا لاباشاءو عاو تاني كيوليوا يدخلون كيمشيوا لابيسين وهاد العملية هكا كتتم كنظن انكم فهمتوها هنا يوحد صورة وضيحية باش تشوفوا هاد النوع ديال لابيسين لابيسين عادي بوغ ديمون الفرق بينو بين النوع الاخر اللي غادي جي نتكلم لكم عليه هو هادك لاباشاءو هادك الخزان اللي كيكون فيه هادك المال اللي كيكون دائما فائد هاد الوكال تكنيك ضروري ما يكون في اي نوع من انواع ديال لابيسين كيكون في واحد المكان خاص به على شكل غرفة بنية خاصة به هنا فين كتم العملية تصفية ديال لابيسين تبارك الله اللي سيساعد احترافية كبيرة في ميدان ديال لابيسين هاد النوع هاد يلا بيسين هو النوع اللي هو اللي هدرنا عليه هو بيسين ديبوغ ديمون دابا غادي نتقلو النوع الاخر وهو بيسين سكيمر شنو الفرق بينو وبين بيسين ديبوغ ديمون اول حاجة بالنسبة ان هاد بيسين سكيمر كما كتشوفو معايا ما كيكونش عندو ذاك المال فائد وبالتالي ما عيكونش عندو باشاقو يعني ماشي بحل النوع الاول بالعكس كيكون الماء هواد على المستوى يعني هواد بشي سنتيمترات على المستوى من ناحية ديال التامان بطبيعة الحال بيسين ديبوغ ديمون كيكون التامان ديالو تكاليف ديالو زايدة على بيسين سكيمر ولكن بيسين سكيمر كيكون محتاج للصيانة كتار من بيسين اضيبوغ ديمون هدا هو الفرق بيناتو دابا غادي نتقلو المراحل ديال بناء ديالب بيسين عن السيسايد يعني شنو الطريقة اللي كيعتمد اليها في البناء ديالب بيسين تابعوا معايا الى الاخر اول حاجة كيشوف السيسايد الزابون ديالوش من نوع ديالب بيسين اللي باغي وبطبيعة الحال كيكون الاختيار على حسب الميزانية اللي عندو ديال الفلوس وايضا كيشوفو شنو الشكل الهندسي او لالفورما ديالب بيسين اللي باغي واش شكل دائري او مربع او مستطيل او لعلى شكل حبة فوصدق يعني كينا اشكال كتيرة ومتنوعة بطبيعة الحال من بعد كتجي المرحلة الثانية اللي هي اشغال ديالحفر كينا جوج انواع ديالطرق ديالحفر كينا الطريقة اللولى دياليد وكينا الطريقة الثانية اللي هي بجيسي بي بطبيعة الحال اذا كانت الفيلة بقامت ابنات او لالفيرما يعني كيدير الطريقة اللي هي سريعة ولي هي الحفر بجيسي بي اما اذا كانت الفيلة داجا بنية ومفينية يعني مايقدرش يدخل نجار ديالجيسي بي كيدير الطريقة للحفر بلياد رغم انها كتاخد شوية الوقت بالنسبة للميل اللي كيكون فو سلا بيسين يعني حيث كان ديرو الجهة اللي هي غارقة بزاف وجهة اللي مغارقاش بالنسبة للاطفال هادك الميل من الاحسان يدار بالحفر ما تديروش يعني حسا تجيو تعادلو الفورمال لانه غادي ياخد لكم تزاف ديال السلعة باش تقدروا تديرو هادك الميل كامل اذا من الاحسان في الحفر يدار هادك الميل مورها كتدر واحد شبكة دلحديد كتدر على الجيدار وعلى الارضية ايضا مور هادك الشبكة كتدر الكوفراج مورها بطبع الحال كيجيستالاسيون ديال القنوات ديال التصفية اللي كيمشيو حتى اللوكال تكنيك اللوكال تكنيك اللي تهو وخصو يكون مبني بالخارسان المدعمة وكيكون فيه المصفات والمدخرة طبيع الحال كي ما كتعرفو وكتبناء لحسب الحجم ديال المال اللي عدنا في هادك لابيسين واحد السيستام اخر اللي كيبغي يزيدو يديرو لانه بطبع الحارة كيزيد كتزاد تكاليف هاد السيستام باش لابيسين كيتنقى الراسو كيعني كيتنقى اوتوماتيك كيتسمات صفية عن طريق الاشياء الفوق البنفسجية يعني در سبالكم هاد القضية هادي راه كاينة يعني اللي عنده الامكانية باش يزيدا راه كيزيدا مواد العملية كتدار الخارسانة طبع الحال مني كتنشف كتحيد الكوفراج ومورها كتدار العزل استساعد كيدير مواد اللي هي صحية في العزل وحداري من الناس اللي كيديرو الزف لانه غير صحي باتاتا هاد المواد العزلة كيكون عنده واحد الفيش تكنيك مكتوب فيها المال اللي يقدر يتحمل والمدة الصلاحية ومن بعد العزل كتتعمر لابيسين كيما كتشوفوا معايا هنا في الصورة باش نعرفوه واش اطنش مية في المية هاد العملية هادي كتسمى ايبروف ايدغوليك عملية هادي كتدار قبل ما يتصالى لابيسين يعني يتزلج ويتفي نفس صفة نهائية باش كيتأكدوا واش هاد لابيسين اطنش او لماشي اطنش ودابا كتجي المرحلة النهائية ديال الفينيسيون ديال لابيسين وهي ديال الكارلاج هاد المرحلة بطبيعة الحال كل واحد كيدير على حسب الامكانيات المادية ديالو بالنسبة وسط لابيسين كي اللي كيخدمو بهاد راوكي بلكم دابا كندر را انتو ما كتشوفوه بلا موزاييك را انتو ما كتعرفوه هاد الموزاييك اللي كيكون مخدم بلا بات دو فاغ بالنسبة التمن ديالو لاموزاييك تقريبا تمن ديالو بين ميتين وستين درهام حتين تلتميات درهام كي ما كتشوفوه معايا وكاين اللي كيخدمو ببياغ دوبالي هو اللي كينا في تندنس دابا هو كي ما كتشوفوه معايا ولكن هو شوية غالي ثمن ديالو يعني يقدار يوصل باليد لاموزاييك درهام يعني كيبقى كل واحد كيدير على حسب القدرة ديالو كي ما كتشوفو معايا هادي كي الشبكة اللي كتكون في الجنب ديالو اللي كتكون في الجنب ديالو بيسين يعني النوع اللي بيسين ادي بوغ دومو هرا نوريت لكم قبيلة فلا بيسين يعني كتجي هي كتعطي المنظر ديالو في نفس الوقت را كي ما قلت لكم هرا منزمك يدخل منا الماء باش كيمشين يتصفى ها هي هنا يا راكبة بالنسبة للتكاليف ديالو بيسين بالنسبة للتكاليف ديالو بيسين غادي نشوف لكم اقل حاجة يعني اقل حاجة لانا دائما الناس غادي سولوا للثمان وغادي بغيوا يعرفوا الثمان وخصوم يكونش يتمل اللي هو في المتناول طبعا الحال كتعرفوا باناو بيسين راه مكلف لانا كتدخل فيه بزا ديال المسائل كي ما شفتوا معايا في اول فيديو اقل حاجة هو بيسين بطبع الحال ماشي ادي بور ديمون بيسين سكيمر هو اللي يقدر يتكاليف ديالو تكون نقصة تقريبا كي خدموا سي ساعد ب تسعود وسبعين الف درهم القياس ديال 3 على 6 هذا الثمان بطبع الحال يقدر يتزاد على حسب ديبلاسمو يعني لحسب المدينة اللي غادي يخدم فيها وبطبع الحال ايضا يقدر يتزاد على حسب نوع الفينيسيون يعني الانسان يختار النوع اخر ديال الزليج اللي هو اكتر ثمان يعني كدخول اعتبارات واحدة اخرى اما اذا كانت المساحة اقل من المساحة اللي اعطيتكم اللي هي ثلاثة على ستة لكن تمثلا جوج على اربعة الثمان غادي يكون اقل بطبيعة الحال اما بالنسبة للعمق ديال الاب بيسين ديال الكبر بطبيعة الحال من الاحسان يكون بين مترو وربعين حسن مترو وستين يعني السلامة ديال هاداك الناس اللي في هاداك المنزل ولكن اذا بغاوا العمق اكثر يعني بامكانهم يديروه غادي خليلكم رقم الهاتف في التعليق الاول بطول سيحسوا ديروه احد لايك ما تنسونيش من لايك بارتاجيو الفيديو في مواقع التواصل الشمائي وشكرا لكم بزاف بزاف والهلاي خطيكم كاملين وبسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله